تعيش مع زوجتين أيوه هذه هي زوجتين أنت قلت أنه زوجتك الأولى كانت مضطرة أنها تكون معك يعني وما تبعتش عليك لأنه كانت تخاف عليك ولأنه كانت تحرص على أنها تكون معك يعني 24 ساعة 24 ساعة طيب أسكي شاورتها في الموضوع أسكي قلت لها طبعا ولكن بعد أن حسمت أمري كيفاش يعني؟ يعني بعد أن حسمت أمري وقررت الزواج ووجدت الفتاة قلت لها أنا حبيت نعرف ردت فعلها أول مرة لما قلت لها كيفاش قتلك؟ كيفاش جاتها؟ قلت لي وش رو خاصك معي وكيف أحترك حتى تزوج قلت لها زوج كلايم هذه رغبة راهي في قلبي قلت لي الله يسهل عليك كل بساطة يعني ما ديناه ما جبناه ما زدناه في الهضراء ما حتى حاجة يعني وهذا الأمر صارحتها به في الكعبة المشرفة كنت نويها في العمرة آيوة وللتذكير العمرة ربعتها مع قناة شورو آه بالبركة عليك يعني أنا هذا الشيء الله عز وجل هو اللي أعطاه لنا يتسمى هذا الشيء اللي أعطاه لنا وربي قال لك تقدر تتزوج بزوجة ثانية دون أن تشاور الأولى هذه بواحدة المهم أن تتوفر فيك صفة العدل وأن تكون رجلاً بمعنى الكلمة لأنه هذا الزوجة هذا الزوجة انتمها وانت أبوها وانت أخوها وانت كلش يعني خلت الحياة انتعها في المنزل التي تعبابها اللي كانت معززة ومكرمة وجات تعيش معك على الأقل عبك أحنا في المجتمع أنتعنا يعني الجزائري في بعض الأسر يعامل زوجة كخدامة هذه الزوجة ليش خدامة هذه الزوجة شرك تحياتك هذه الزوجة هي النصف التعاكل الآخر هذه الزوجة هي اللي رايح تبادلها الشعور وتبادلك الشعور ولازم تعيش معها الحلوة والمرة إذن هذه الزوجة مستحيل أنك تعيشها كشغلها كشغل أوت ولا يعني تعيش هي خارج المجال يعني خارج مجال تعطيها وانت اللي تقرر وانت اللي تصنع وانت اللي لا الحياة هي تفاهم